أجيبوا داعي الله وآمنوا به ولننادي أنفسنا وأهلين وأسرنا وأصحابنا أجيبوا داعي الله فأنتم على مقربة زمان المخاض للأحداث في العالم يحول من في العالم إلى معسكرين اثنين لا ثالثة لهما فسطاطاً كما ذكر سيد الأكوان فسطاط كله إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كله كفر لا إيمان فيه كله نفاق ستقبل على الناس هذه المرعلة وبحسب التهيئ ستكون الأسر والأولاد إننا في إحدى الفسطاطين ولكن من أوجب ما يجب الحذر منه أن تترك أسباب ووسائل يتحول بها زوجتك وبنتك إلى الفسطاط الخبيث إذا فسطاط الكفر بشيء من كدر الفكر وعوجاجه وبشيء من سوء الاعتقاد أو بشيء من استحلام محرمات حرمها الجبار جل جلاله أو بفسح المجال بسوء ظن في القلب لأصفية لهم عند الرب منزلة فسوء الاعتقاد فيهم من أقوى أسباب الوقوع في الكفر والبعد عن الهدى والعياذ بالله تبارك وتعالى فاحذر من هذه الأسباب في كل فرد من أسرتك وأصحابك وأصدقائك واعلم أن الله ناصر محمد ومظهر ما أرسله به من الهدى على رغم كل من كفر وجحد وعاند وكذب واعتدى كائنا من كان إبليس وجنده إنهم لن يعدوا قدرهم وإن لهم حدودا فيها ضلالهم وكفرهم ولن يتعدوها وإنه لا زال القرآن بيننا فلا يحلم عدو الله ومن دخل في صفه أن يقطعوا عنا حقائق الاتصال بالله وأن يتحول عموم المسلمين إلى كفار أو أن يعبدوا غير الله جل جلاله وتعالى في علاه وإن بينهم وبين أن يبقى من على ظهر الأرض كفار لا إسلام فيهم لا وعد جباري قهاري يقسم ظهورهم ولن يستطيعوا دفعه ولا يمكنهم أن يمنع وجوعه بكل ما عندهم هل تعرف بكل ما عندهم؟ يا صاحب الهيبة من الطيارات يا صاحب الهيبة من الأسلحة يا صاحب الهيبة من الخطط كل ما عندهم لا يستطيعون على دفع هذا المقرر المقدر من قبل العلي الأكبر وإن بينكم وبين ذلك لزمان سيظهر فيه مهدي الأمة وينزل فيه عيسى بن مريم وإن بينكم وبين هذا وقت لا يبقى بيت من بيوت الأرض إلا ودين محمد داخله حاصل فيه على الإطلاق من شرق الأرض إلى غربها وجميع خططكم لا تستطيعوا أن توقف هذا الواقع ولا أن تمنع ولا أن تقطع ولا أن تبدل ولا أن تغير من وعد وقول من لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد جل جلاله فيا من بقي في قلبه مثاقيل ذر من إيمان انحظ وقم واغنم أن تدخل في ميدان جندية للرحمن لتكون وأسرتك ومن معك إذا انقسم الناس في فسطاطين في فسطاط إيمان لا نفاق فيه